السلام عليكم والرحمة الله وبركاته من فضلك لاشتراك الايك والتعليق ابرز مدمرات جهاز المناعة لدى الاطفال احذرها يعاني الكثير من الاطفال من ضعف المناعة دون معرفة الاسباب الكامنة خلف هذه المشكلة الصحية حيث ان بعضها تتعلق باسلوب الغذاء وروتين اليومي للطفل واخرى سببها الاكثار من ادوية معينة وثالثة خاصة بالضغوط النفسيات والتوتر لذا سنقدم لكم في هذا الفيديو ابرز مسببات ضعف المناعة لدى الاطفال ومنها واحد السقار تشير الدراسات الى ان تناول كميات كبيرة من السقار يمكن ان يثبت جهاز المناعة بنسبة تصل الى 45% لمدة نحو 5 ساعات بعد تناوله والسقار هنا لا يقتصر على النوع الابيض فقط بل لا يشمل كل الاطعمات السكريات من مربى وعسل وعصائر محلة وغيرها اثنان المعجنات من المهم ان تراعي الى معدم اكثار الطفل من تناول المعجنات التي تعد بدقيق الابيض المعروف انه من السموم البيضاء التي تؤذي الجسم وايضا تجنب تناول النشويات بكثرة حتى لا يصاب بالسمنة ثلاثة المضادات الحيوية تلجأ الامهات في كثير من الاحيان الى استخدام المضادات الحيوية بمجرد اصابة الطفل باحد اعراض نزلت البرد خاصة ارتفاع دراجة الحرارة وهذا من اكبر الاخطاء التي ترتكب فمن المهم تقنين استخدام المضادات الحيوية للاطفال وعدم الاكثار من اعطاؤها له لمنح فرصة للجهاز المناعي للتعامل مع الجراثيم الداخلة عليه وتطوير اسلحته ومحاربتها اربع الضغط النفسي يتسبب الضغط النفسي على الطفل في تأخر استجابته المناعية واذا استمر لفترات قد يسبب ارتباكا في الهرمونات عند سن البلوغ خمسا قلة النوم يزيد الحرمان من النوم اوقل تهما فرص تعارض الطفل للامراض لذا من المهم ان يحصل الصغير على فترات نوم متواصل لا تقل عن ثمانية ساعات ليلا وقد تصل حتى اثنى عشر ساعة ستة فقدان الشمس كثيرة تجهلن اهمية تعارض الطفل للشمس خاصة في اوقات الصبح وقبل الغروب فضلا عن اتاحة الفرد للاصغير لاستنشاق هواء متجدد ومن المعروف ان الشمس من العوامل المؤثرة في قوة الجهاز المناعي للطفل اذ تساعد في تكوين جهازه العظموي فضلا عن فوائد اخرى لكن يجب مراعاة لا يتعرض لها خلال الفترة من عشر صباحا وحتى ثلاث عصر منعا لاصابته بضربة شمس خاصة في فصل الصيف سبعة تجاهل النظافة سواء كانت النظافة الشخصيات او النظافة المنزل والمكان الذي يتحرك فيه الطفل ويؤدي عدم الاهتمام بالنظافة الى تعريض الجسم للمزيد من الجراثم والبكتيريا ما يضعف الجهاز المناعي لدى الطفل ومن المهم تعليم الطفل كيفية لاعتناء بنظافته بداية من غسل اسنانه جيدا مرورا بغسل اليدين بطريقة صحيحة خاصة قبل تناول الطعام وانتهاء بالحفاظ على ملابسه نظيفة وللاهتمام بنظاف اظافره ثمانية الالوان الصناعيات يصعب على الاقفال مقاومة اذراء المقرمشات والحلوذات الطعم اللذيذ لكن للأسف يدخل في تصنيع اغلبها المواد الحافظة والالوان الصناعية وهي من مدميرات المناعة الطبيعيات التي ايكتسبها الصغير وهو في رحم والدته وتؤدي المواد الحافظة والالوان الصناعيات الى انهاء قوى الجهاز المناعي وزيادة الالتهاب في الخلايا ما يزيد من فرص تحولها الى خلايا سرطانية وكشفت بعض الدراسات ان كثرة استخدام الالوان الصناعيات تحطم كرة الدم الحمراء وتقلل كفاءة الجهاز المناعي وتحد من قدرة الاطفال على التحصيل الدراسي تسعى المضادات الحيوية المضادات الحيوية تضعف مناعة الاطفال تلجأ الامهات في كثير من الاحيان الى استخدام المضادات الحيوية بمجرد اصابة الطفل باحد اعراض نزلات البرد خاصة ارتفاع درجة الحرارة وهذا من اكبر الاخطاء التي ترتكب فمن المهم تقنين استخدام المضادات الحيوية للاطفال وعدم الاكثار من اعطاؤها له لمنح فرصة للجهاز المناعي للتعامل مع الجراثيم الداخلة عليه وتطوير اسلحته ومحاربتها عشراء الضغط النفسي يتسبب الضغط النفسي على الطفل في تأخر استجابته المناعية واذا استمر لفترات قد يسبب ارتباكا في الهرمونات عند سن البلوغ ويندرج تحت هذا المصطلح كل ما يقود الطفل للانهيار النفسي من عدم استقرار اسري وللالتزام الصارم وكثرة العقاب وتحميله واجبات اكبر من قدرته ما هي اعراض سعفان المناعة عند الاطفال اعراض ضعف المناعة لدى الاطفال هناك مجموعة من العلامات التي تشير الى ضعف المناعة عند الاطفال من بينها واحد تكرار نزلت البرد اثنان تكرار نزلت المعاوية ثلاثة تكرار التهاب الاذن اربعة تكرار التهاب الدم البكتيري خمسة التهاب الجلد المتكررة ستة اضعف العام والشعور بتعب دائما الشحوب وفقر الدم الانيمية سبعة فقدان الشهية ثمانية تخر النموي تسعة ضعف وتساقة الشعر عشر انوم لفترات طويلة احد عشر ضعف التركيز في المذاكرة وسمحت لاتنسي الاشتراك والايك والتعليق برايك علي الفيديو وشارك الفيديو مع الاصدقاء ليستفيد الجميع والسلام عليكم والرحمة الله وبركاته